السلام عليكم ورحمة الله يا رب تكون دايما بخير قناة بسيط اندوريد بتقدم لك في الفيديو ده طريقة تفعيل وضع المطور في هاتف سامسونج جالكسي A52S 5G موديل A528B اصدار الاندوريد 12 اعدادات خيارات المطور بمجرد تفعيلها تقدر تتمتع باختيارات اضافية من الممكن انها تساعدك على استخدام هاتفك بشكل افضل واحتمال كبير تلاقي اختيارات سهل عليك استخدام الهاتف زي مثلا ابقاء شاشة الهاتف تعمل بشكل دائم تشغيل بيانات الهاتف بشكل دائم إرغاء كفل الشركة المصنعة تصحيح الـ USB وغيرها كتير من الاعدادات اللي ممكن تخصصها على حسب استخدامك للهاتف ولتفعيل خيارات المطور ادخل على الضبط انزل الاسفل وادخل على حول الهاتف معلومات البرنامج اضغط على رقم الاصدار اكتر من مرة تلاحظ ظهور اشعار اسفل منتصف الشاشة تم تفعيل وضع المطور تم تفعيل وضع المطور بنجاح ارجع للصفحة الرئاسية للأعدادات مرة تانية انزل للأسفل وهتلاحظ ظهور اختيار خيارات المطور ادخل على خيارات المطور في وضع المطور تقدر تشتغل على اعدادات ممكن تفيدك ولكن استخدمها بحذر لان بعض الاعدادات المعينة ممكن تعملك خلل في السوفت وير او اداء الهاتف للغاء وضع المطور كل اللي عليك هو الغاء تفعيل او الاختيار في الاعلى بجوار كلمة خيارات المطور اتمنى الفيديو يكون عجبك وكون قدرت اقدم حاجة مفيدة اتمنى لك دوام الصحة والعافية